بما أننا نتكلم عن الطائرة سيدات نطلع نشوف ماذا قال أو ماذا قالت لعبات السلة سيدات لكابتن خالد العوضي ونرجع نكمل الحمد لله طبعا الفوز بطولة الدوري إنجاز كبير للفرقة في زل المرحلة الانتقالية اللي احنا بنمر بيها لعبة جديدة ولعبة منتقلة الموسم الآخر موسم اللي فيها الدوات فطبعا الموضوع ما كانتش سهلة خالص كانت الأمور صعبة في الأول بدنا نجمع المجموعة واحدة واحدة حد الحمد لله في آخر السيزون المجموعة تقريبا تولفت على بعض وتجنست مع بعض الحمد لله يعني ربنا وفنا كان فيه تركيز عالي جدا الحمد لله طبعا هو سيزون صعبة من الأول احنا من البداية واحنا عافين هو مش هيكون سهل بصغب طبعا الزروف اللي حصلة من أول السيزون لكن الحمد لله احنا استعدينها بشكل كويس الفرقة دعمنا بالعيبة الحمد لله كويسين طبعا زي ما احنا شايفين يعني فادونا كتير قوي في النهائيات والمتشاطة القوية فالحمد لله إن احنا قدرنا نحسم الدوري اعتقد هي أهم بطولة فيبتبت بتكون في السيزون الدوي اللي هو على مدار السيزون كله فدي من أهم البطولات الحمد لله إن احنا قدرنا نحسمها وبصراحة السيزون من أوله كان صعب قوي بالنسبة لنا كنا في أوله ما كناش كويسين خالص حاولنا إن احنا نقف مع بعض لأن طبعا في الأول إحنا فجأة إحنا فرقة مختلفة خالص بنحاول إنه هو بنحاول نكوب مع بعض الفرقة كلها بس الصراحة كابتن حمدي كان معينا من الأول وقدرنا نتمرن تمامين كتير قوي لحد نص السيزون كامسنا تمرنها من الصبح وبالليل وعملنا كل حاجة ممكن نقدر نعملها علشان ناخد الدوري الحمد لله طبعا كل الناس كذا عارفة أن السيزون ده بالنسبة لنا مختلف جدا جدا لأن كل الظروف اللي احنا تحطينا فيها من أول السيزون ما كانتش سهلة بس احنا كلنا كنا بالتفيد إن احنا هنخش الشالنج ده إن شاء الله نقدر عليه وجهنا صعبات كثيرة بس مش ماتش زمالك بس يمكن احنا عادنا فترة كبيرة كان حنا داعنا محترفتين قادنا فترة كثيرة مش بنلعب غير محترفة أحدى التانية كانت مصابة الله طبعا بطولة غالية جدا لأن كان فيها تحدي كبير أول بالنسبة للنادي والجهاز والعيبة والحمد لله ربنا تكرمنا بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا الكواليس كنا كلنا طبعا مركزين جدا يعني بنام المحاضرات مكسفة جدا مع الفرقة بتوت شهر رمضان أرسان لمحصلتش ورق شهر رمضان أرسان لأنها تكون عندنا وصبح تمنوا بلل تمرين في بعض أيام طبعا أثنان السيوم طبعا كان موجود عالي جدا طبعا تركيزنا دا كله ربنا كديره بالخير كانت أصعب بطولة على الفترة اللي فاتت كلها لأن كان فيه تنافس من الأهل والزمال والتنافس دا كان قوي قوي فأول ماتش اللي رحمل ننا دوت عملنا قامباك لفرقة وفي فندق قعدنا اتكلمنا معاهم جمد قوي إزاي نخش الماتش التاني وإزاي نستعد الماتش التاني وإزاي نلعب بروح لفلنا الحمرة وإزاي جماعير مدعمانا والنشاط الرياضي ومجلس الإدارة عايزة أقول إن إحنا يعني مثلا في الفاينال كان الموضوع زي ما إحنا شوفنا كان صعب والعيبنا مطشفة فاصل ما بينا وما بينا دي زمالك فضيهم بجد يعني بين أكتاو يعني هما بطبع من أول سيزون معنا من أول ماتش وهم بيحضروا معنا وبيشجعونا من قبل ما السيزون يبدأوا هما معنا ولكن ساعة الماتشات دي بان فعلا أكتر دعمهم لنا أنا عايزة أقول إن كابتن خالد العوضي كان معنا يعطبق الثلاثة أيام وإحنا في الفندق يعني كان بيحضروا معنا الفطار وبيتكلم معنا وعلى الصحوي وبيتكلم معنا فهو فعلا أنا بذكره وما سابناش يمكن كان عايف إن إحنا الزروفة عندنا أصعب كمان من متقالي من كل الفرق يمكن فلما كان كده كان متواجد معنا في الصالة وكان بيشجع أعتقد الحاجات دي كلها بانت حتى في التلفزيون هو من أول سيزن أصلا نشاط الوادي كله كان معنا كله كان بيدايمنا بيجونا التمارين كتير قوي بالذات كابتن خالد طبعا كابتن خالد ليه موقف معنا كتير قوي هو كان بيجد أكتر حد وثق فينا حتى في القتال وإحنا في النهائي بعد ما اخترنا أول مطر هو وجدنا القتال وتقريبا قعد معنا وإحنا بنتصحر وقعد بعد الصحور يعني مثلا أنا كندا أنا بعد الصحور أنا كنت منهارة أنا كنت بحية حتة تانية كابتن خالد مسكني بجد ساعة هو بيهدي فيها بيشجع فيها كابتن عمري فورو وردو كلمنا لا بصراحة كابتن خالد كان معنا للحد الآخر طبعا الموضوع ديفريق معنا جدا 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 يعني بصراحة هما ما سابوناش لحظة كانوا ساعد بيجولنا حتى التمرين كابتن خالد العوضزي من أول موارشة الآخر الموارشة حتى كان معنا في طهر في الصحور يتكلم معنا بعد ما اخسرنا كان عنده ثقاء كبيرة قوي فينا أن احنا انشغلنا نقدر نكسب طبعا أنا بشكر ماجلس جيرة كله طبعا كابتن محمود الخطيب سيدة الوزير العامري كل الناس اللي موجودة ساعدونا وقفوا جنبنا جامونا التين محترفين طبعا بمساعدة كابتن خالد العوضي طبعا واقفوا دهرنا على طول أصلا بيجينا الفندق بتصحر معنا بتتكلم معنا بتتكلم مع الفريق قبل المتش قاعد معنا بعد المتش قاعد معنا خصينا المتش كان موجود معنا في الفندق قاعدنا نتكلم في حيات كتيرة قوي ودعمنا المتش اكسبنا وروحنا هناك كتير مشكلة أسناء المتش حتى أتكلم معنا فيها هلين عملوا كل ينتوا عايزينوا والمجلس معاكم هنديروا مجلس كله متش موما جدا عايزين نكسبوه قدنا طبعا طاقة إيجابية جدا قبل المتش والحمد لله بصراحة محدش هنا بصراحة مأثر معنا يالي فرقة خسرانة وبيكلمها مجلس القدارة ويكلم الجازل الفني يقول له ألا أمكم هنعمل كامباك وبطولة مهمة واسقين فيكم ده أهم دعم يعني إحنا خسرانين ومجلس القدارة واقف معنا فهو ده اللي تعودنا عليه في الأهل إن مجلس القدارة واقف مع أي فرقة سواء بتكسب أو بتخصى يعني المكالمة اللي جاد لنا بعد أول خسر قالت يا كابتن حمدي وصل لفرقة وقاله لكابتن نهلة وصل له فرقة فرقة الدهب ما ينفعش انفرط في البطولة دائما بطولات نادي الألي تظل بهذا الشكل الرائع